الأستاذة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة والكاتبة المعروفة مسأل خير يا فندم أهلا بك أهلا بحضرتك يعني أخيرا بقى عندنا مكان تقدر تلجأ إليه المرأة وهي هادئة مطمئنة مش شعرة إنها دخلة اسم أو متبهدلة أو تصيب سمعتها أشياء بسبب ترددها على أقسام البوليس أو ما شابه بتشوفي أهمية ده إيه إن الوزارات بما فيها النيابة العامة وبما فيها الوزارات المعنية تنتقل في مكان واحد هادئ مهزب لطيف جميل لك تقديم هذا النوع من الشكاوى بالذات خليني في الأول أحيي قرار معالي رئيس الوزاراء لأن في الحقيقة ده بيدل على اهتمام الدولة بكل ما يهم المرأة وكل ما يضمن حقوق المرأة وأن هي يعني تعيش حياة أمينة الحقيقة القرار ده يمكن إحنا عندنا في المجلس القومي للمرأة في مكتب شكاوى المرأة بس النهاردة لما ينشأ قرار تابع لمجلس الوزارة يضمن أو يحمي الشاكية ضد قضايا العنف اللي ممكن تتعرض لها المرأة بالوزارات المعنية زي ما حضرتك أشرت ده يندل على شيء بيدل على اهتمام عالي من الدولة المصرية الحقيقة بكل ما يهم المرأة زي ما قلت الحضرت الهدف أنا شايف الهدف كبير في معناه تطبيقه على الأرض هو بيدي أريحية كبرى للمرأة في حالة لو تعرضت لأي نوع من أنواع العنف أن هي يبقى فيه حماية يبقى فيه أمان يبقى فيه حد في ظهرها زي ما بيقولوا أن هي تبقى فعلا قادرة أن هي تاخد كل الخطوات زي ما حضرتك أشرت من التشكيل اللي هو في نصف قرار رئيس الوزراء أن هو يبقى النيابة العامة والداخلية والعادل إلى آخره والحقيقة هو المجلس قوم المرأة برضو موجود فده ده حماية حقيقية للمرأة أن هي تبقى فعلا ممكنة من أن هي تدلي بأقوالها بكل أريحية ما يبقاش فيه الخوف اللي كان موجود قبل جدا وده الحقيقة حاجة قويسة جدا 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 وبتضمن حماية للمرأة كبيرة كمان يا فندم فيه لفتة لطيفة جدا في القرار أنه فيه أماكن إقامة للسيدات الفضليات اللي جاية مثلا من أقاصي الصعيد عشان تقدم الشكوى الحاجات دي تبدو أنها صغيرة لكن بالعكس ده الواحد لما يجي مكان ما يعرفوه شو يجي عاصمة يحس أنه هو تايه كده بعدين يلاقي بقى مكان إقامة ويلاقي ناس بتتكلم وبتستقبل الشكوى موسيل الوزرات موجودين لاتخاذ أنا بقول أن ده يعني هو قرار شامل جامع لكل ما يخص أو يهتم بالشاكية يعني عارف حتى زي ما حافظتك أشرت وكمان يكون إن إحنا برضو مش مقصول على القاهرة بس إن إحنا كمان ممكن ننشئ هذه الوحدات فيه الوحدات المجمعة في المحافظات ده قرار بصراحة كبير جدا وفي معناها رائع زي ما حضرتك قلت إن هي برضو يبقى في توفير مكان ليها توفير أمان ليها توفير حماية ليها فهم بالموجة بالقرار ده الحقيقة ما سابوش حاجة إلا ما حطوها جوه القرار ده صحيح حتى القرار يا فندم بيشمل كافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية يعني ممكن مثلا تحتاج هذه السيدة لجلسة نفسية تحتاج لرعاية اجتماعية لإن عندها مشكلة ما في بيتها تكون هي اللي قدت لمثلا لهذا العنف لو كان من زوجها أو من حد من أقربائها يعني ده صحيح تشكريك يا فندم جدا ويمكن العنف في معناه يمكن هو بيختلف كثيرا من حد الحد يعني فكل نوع عنف من دول ليه أصل نفسي على المرأة فكون إن احنا جمالنا تتبع المرأة في ما خلفها من أثار نفسية ده جميل جدا جدا ويمكن أنا بقول أنا بحيي القرار لإني بصراحة هو جمع كل حاجة يعني ما خلاش حاجة إلا لما وجد ليها معالجة داخل القرار بحيث كدعم نفسي كدعم معناوي كدعم مادي فكل الحاجات دي الحقيقة هي مكاسب أو حماية للمرأة المصرية بشكريك جدا معالي النائبة سنقل السعيد وعضو مجلس نواب وعضو مجلس القومي للمرأة دي نقلة كبيرة ومحترمة ومهزبة المرأة كانت تقول أنا هروح فين هشتكي مين دي بلد كلها رجالة بلد ما بتهتمش ولا بتحترم غير الرجالة وبعد كده اللي أنا هشتكيه لو عرف الرجالة اللي اشتكت لهم هيسندولة إنه راجل زيهم ويجي علي أكتر من الأول لا نقلة نقلة كبيرة بس أنا أرجو إنه يعني مع النقلات اللي بتعملها الدولة للمرأة وللطفل وكل الفئات اللي كانت قبل كده بتعاني ومش بتلاقي حد بيستمع إليها أرجو إنه إحنا كمان بتدي نرشد تفكرنا في هذا الأمر ويظل القيم الأولى القديمة لمجتمعنا اللي هي الحرص على البيت والحرص على الاحترام والحرص على الود والحرص على الجيرة والحرص على الشارع وأمان المرأة والطفل في الشارع دي القيم الأساسية ومنساش أبدا قدست البابا شنودة مسلس الطوبة والرحمات لما قال للرئيس السادات في إنشاء مجمع الأديان في احتفال كبير سنة 77 إن القانون بيتعرض للتجريم الفعل بعد أن يحدث لكن الدين يستطيع أن يقي بإيقاظ الضمير وإيقاظ الروح يقي المجتمع من إنه يحصل أفعال بقى مش مظبوطة يعني